الثقافة والإعلام مرتبطان منظومة عالمية تحاول أن تصور على أن المجتمع التونسي يعني هذلك النمط اللي يصوروه يعني الذين يعني اتهافتون على التفة والتفة هذلك هو التواسة مش التونس الأعماط مش تونس المثقفي مش تونس الشمال مش تونس الجنوب لا ثم كلها يحاولوا يصوروك هذلك هي تونس بتاعهم هذلك هي تونس على كل الحقيقة هؤلاء لا يمثلون الإعلام التونسي الإعلام معرفا بالألف علام هناك علميون شرفاء وشجعاء ويقولون كلمتهم بوضوح نقضا ونصحا وانتقادا بوضوح وهناك الذين يشتغلون ضمن مختبر كامل يعني فيه ما يسمى بمثقفين فيه علميون فيه سيسيون إلى غير ذلك هؤلاء الذين يشتغلون وفقه أجندة معينة لا تعنيهم مسجد السيادة الوطنية ولا يعنيهم الوطن ولا تعنيهم الهوية الإنسانية وكرامة الإنسان لا تعنيهم إذن حتى لا أنه عميمة طبعا أنا عندما أتكلم عن المواجهة يعني الذكي هو الذي يبدأ بضرب الأصابع ولا يتهجه مباشرة إلى السواد فهم يعرفون كيف يقضون معاريكم هؤلاء يتكلم بوضوح يعني عن الطيار التغريبي إلى فرانكتوني هنا لا تكلم عن هناك مثقفون مناظرون في الشارع في المسرع في السينما في الرسل ومثقفون حضويون يعني لا وظيفيون هناك مثقفون ملتزمون بقضايا وطنهم بقضايا الإنسان بقضايا الإنسانية بقضايا الوطن إلى غير ذلك هناك هذا المعصف يعني هذا الذي يسيء للديمقراطية الذي يسيء للحرية ويسيء للوطن هو عندما يكون هؤلاء هم الأقصر فاعلية لماذا؟ من الذي يعطيهم هذه الفاعلية؟ من من أين يستمردون هذه؟ منذ الشجاعة هم يستقون بغيرهم وليسوا أقوية بذواتهم دائما يظل السياسي والثقافي في علاقة جدلية بالتأكيد وأنا أريد مرة أخرى من يتكلم عن السياسة الوطنية سو كان سابقا أو لاحقا أو الآن من يتكلم عن السياسة الوطنية من يتكلم عن الإنسان من يقول على التونسي أن يرفع رأسه في أي مكان أن ينظر إلى المشهد الثقافي بشجاعة وأن ينظر إلى الثقافة باعتبارها قلعة من قلاع التحرر من قلاع مواجهة لإعداد بكل المعاني وأن ينظر إلى هؤلاء الذين يشتغلون على التفاهة وعلى السخافة وعلى إهانة صورة الإنسان على أنهم أعداد بوضوح نعم يجب أن ننظر الثقافة على كونها قلعة من قلاع المقاومة شكرا جزيلا أستاذ بحلي عارثاوي وأستاذ أحمد السويعي مشكولين ونعتدد لأنه ضروري نخرج ونرفع أذان أذان صلاة العشاء حسب توقيت المحلي لمدينة تونس ومجاولها نذكر فقط على قدوة سيكون معنا في جزء الأول من حسن 24 الدكتور عبداليف المكي اللي قد نفسه مرشح للرئاسية ولكن تم بحث تحقيقي فيه هو وجملة من متقدمين لرئاسيات المفترضة في 24 بأكثر تفصيل قدوة صلاة مع الدكتور المكي بداية الساعة الثامنة ونصف مساء في أمان الله